السلام عليكم البنات مرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة جبت لكم اليوم وصفة لعجينة المورقة طريقة سهلة بثاف وناجحة ونتيجة روعة باشتخدموا بها المملحات تعكم في رمضان طريقتها سهلة بثاف وما تدلكمش وقت بثاف وما تعييكمش في نفس الوقت هذه اللي يقولونها إكسبرس هذه أحسن من الميطود الأخرى الميطود كلاسيك اللي نعرفوها وهذه الوصفات اعتمدى خطيف لكماند انتحاء أن نسرقتها لها بكل تفاصيلها كل أسرارها ملاحية تبعوا معي الوصفة نبدأ بالعجينة اللي هنا عندي كيلو تافارينة نضيفو له 10 جرام من الملح كما نعرفو كيلو تافارينة يقابلو 500 جرام من زبدة التوريق نضيفو ثمين ملاعق من الخل الخل اللي هنا يعتبر كمحسن وثاني كمدة حافظة هو اللي حافظنا على العجينة تعنا مدة أطول في الثلاجة نضيفو نصف كاس من الزيت ونخلطو المكونات كامل مع بعضها حتى نبسو الفارينة تعنا من بعد نجيبو الماء الماء اللي هنا يكون بارد نطمو العجينة تعنا بالماء نبقى نضيفو الماء بالتدريج وما نخليوهاش تبقى طريع لازم تبقى لكم شوية يبصى يعني ما هي طرية بزف وما هي شي يبصى هكذا كما راكم تشوفو فيها من بعد نخليوها ترتاح لمدة عشر دقائق وبعد ما ارتحت العجينة تعنا روح ونجيبو الزبدة نقسموها على ثنين الزبدة دي فيها خمسمية جرام نقسمها على ثنين والعجينة ثانين نقسموها على ثنين ونبدأ نقرس العجينة تعيها هكذا بهذا الشكل نجيب اللولة نرش الفارينة على البلوندوت خباي ونبدأ نطرحها على سمك يكون رقيق إذا البنات نطرحوها على شكل مستطيل من بعد نروح نجيبو الزبدة احنا كملاحظة لهنا الزبدة ما هي شي جامدة وما هي شي طرية يعني تكون شوية شوية هكذا كي نقدرون نربيوها بلا راب برك راهم لي حشوفو البنات راهي جاية طرية ما هي شي يبصى هكذا بش ما تبقى لكمش على السطح تلعجينة تعكم نبدأ نربيها على كامل السطح وهذه كان ملاحظة مهمة البنات على الزبدة وعلي كيفش تربيوها شوفو البنات ربيتها درتها على السطح كامل غل حواف منا ومنا ما درتش من بعد نبدأ ونروليوها كي ما بيسكوي رولي هكذا بهذا الشكل من بعد نبدأ نقرسها كامل هكذا على السطح هكذا بهذا الشكل ونشكل البوداتي نروح نرش الفارينة ونحطو من جيها ونجيبو العجينة الثانية نفس الشي البنات نرش الفارينة هكذا بيجتعاوننا في الحلانة العجينة ونبدأ نحلها هكذا بالحلال ونحلوها شكل مستطيل ويكون اكبر شوية من البوداتي نحطيناه من شيها الاخرى هكذا البنات شوفو ننقلب حتى العجينة نقلبها عادي ونبدأ نطرح فيها حتى سنتحصل على شكل مستطيل والسمكتها حيكون نصف سنتيمتر من ديروها شخشينة ديروها رقيقة من بعد نبدأ نقيس نخلي دودوها منه ودودوها منه سنين اصابع منه وسنين اصابع من الجهة الاخرى نجيب الطرف الثاني تعزو بدا ونبدأ الربيع على كامل السطح كما درنا في الاول هكذا البنات واني خليت لكم مراحل بالعاني هكذا باش تتولهم ليح وتشوفوا الطريقة بكل تفاصيلها شوفوا البنات الزبدة مراهيش جامدة بزاف شوفوا كفراني قاعدة نحك فيها في العرق بتاعي مانيش قاعدة نكشغلو نسكرفش قاعدة غير نضرب من من الفوق الى الاسفل راهي الطريقة مهيش جامدة ومهيش طريقة بزاف هكذا البنات واني بدأ نوزع نوزع كامل الزبدة هكذا كامل على السطح العجينة تعنا ونجيب البوتاتاي الاول هكذا ومن بعد نبدأ نرولي عليه العجينة الثانية هكذا البنات وتقفلوه من من الجوانب الزوج ثاني تقفلوه هكذا لاحظوا بك البنات حاجة لي ما نهضرها شاكوا تشوفوا في الفيديو هكذا البنات ونبقى نرولي هكذا كامل من بعد نعدل البوتان تاعي هذا الكبير هكذا البنات نقرصوه ونعدلوه حتى نعدل السطح تاعو هكذا وترولي من بعد نجيب الحلال تاعي ونبدأ نحل فيها هكذا على شكل وفقي كما راكم تلاحظوا هكذا حتى نتحصلها على شكل مصطيل هكذا ونعدلها هكذا بالحلال هكذا بش تتعدل لي وتجي الشكل تحتها مصطيل من بعد نعين المنتصف تحت تقدري تعينيه حتى عينك ميسانك وتجيبي الجهة الاخرى في المنتصف والجهة هذه ثاني في المنتصف ومن بعد تزيد تطويها هكذا بهذا الشكل من بعد تدوريها الجيهة تعكنتي يعني جهة كرش كما تقول لي اختي الجيهة تعكنتي ونواقفها ونرش الفارينة ونحط البودان تاعي هكذا بهذا الشكل وثاني نطرحه على شكل افقي شوفوا البنات حتى نتحصل على مصطيل يعني ما تبقاش تضربوا هكذا وهكذا شوفوا البنات هكذا دورتوا وبقيت نضرب بالحلال تاعي هكذا على شكل مصطيل حتى نتحصلوا على المصطيل ونعدلوه ثاني بالحلال على الجوانب نعين المنتصف ونزيدو نديرو الدورة الثانية ونفس الشي نجيب الجيهة الاخرى من هي في المنتصف والجيهة هذه اللي منها في المنتصف من بعد نزيد نطويها ونجيبها ثاني لجيهة نفسي ولا جهة كرش كما قلت لكم نزيدو نرش الفارينة للمرة الثانية ونزيدو نديرو للمرة الثانية كما درنا المرة اللولى هكذا بهذا الشكل نحلها مليح بالحلال ونحلوها على شكل افقي حتى نتحصلوا على مصطيل راي السهل اخلاص البنات تبقى فقط المراحل وراحين تنشحوا فيها هكذا البنات ونعدل الحواف الثاني نعدلهم هكذا بالحلال ونطويها نفس الشي كما طوينا المرة اللولى وطوينا المرة الثانية نزيدنا رش الفارينة ونزيدنا طرحها ثاني كما طرحنا من قبل هكذا بشكل افقي من بعد هني دورتها ولات بشكل عمودي اكون مفهمته الطريقة هكذا البنات نطرحها جيدا ونعدلها الشكل تحى بش تجيني على شكل مستطيل وهنا بعد ما تمنا المرحلة الثالثة ولا الطوية الثالثة جينا اللى هنا نزيد نطويها هكذا فقط نجيب هذا المنتصف ونزيد نجيب الجهة هذي المنتصف كما درنا من قبل ونزيد نطويها انفض فقط هذي الزوائد تع الفارينة ونزيد نطويها ونزيد نجيبها هكذا الجهة تاعي كما راكم تشوفوا من بعد نبدأ نقسمها عادي وهنا قسمها كما حبيت وتحبوا تقسمها على زوج كما تقدروا تقسمها على اربعة ولا حتى على ثمانية يعني على حسب افراد العائلة ولا حسب وش تحتاجين تياه شوفوا لبنات الطبقات جات بينة وجات روعة الطريقة هذي بزف ناجحة يعني اعتمدوها وما تخافوش اعتمدوها وعينكم مغمضين هاني قربتها لكم الكاميرا على قد ما نقدر هكذا بش تشوفوها مليح وتتأكدوا من الطريقة ومن الوصفة شوفوا الفيطاش تحى جاي روعة كما قلت لكم لبنات انا ديما نقسمها على ربعة ونحط كل واحدة في صاشر ونحطها في الكونجيلاتير تقدروا ثاني البنات تحطوها في الثلاجة التحت يعني عادي ما يصالها والو لانه فيها الخل الخل يعتبر كمحسن ويعتبر ثاني كمدة حافظة يعني تقدروا تحطوها في الثلاجة عادي لمدة سمانة حتى العشر ايام الى هنا البنات لحقنا نهاية الفيديو ما بقى لغنق لكم صحة رمضانكم مسبقا واللهما بلغنا رمضان لا ثاقدين ولا مفقودين ودمتم في رعاية الله